الفرحة التانية التي لا تقل عن فرحتي بوجود داخل دار الأوبرا المصرية هو أن أنا قاعد مع موسيقار ومؤلف موسيقي مهم جدا وكنت قاعد معاه قبل أيام من توليه منصبه الجديد كرئيس لدار الأوبرا المصرية فحاست أن أنا وش حلوة حبة أو بسيطة كده دكتور خالد داجل منورك ألف مبروك الله يبارك فيك ويعني أهلا بحضرتك وأهلا بسعادة المشاهدين وفعلا حقيقة كان وشك حلوة عليها جدا يا غالب أنا واخرين يعني بس قديني إيه خدتني من الحظ جالب لا دي حقيقة يعني كنت من أوائل الناس اللي أنا تفقلت يعني أو تحديدا أن أنا قاعد معاك يعني جات لي أخبار كويسة يا رب الحمد لله وده طموح أنا طول الوقت طول عمري يعني ده ما كان مهم جدا ما كان مسؤول عن أهم العروض الفنية اللي بتحصل في مصر وأهم الفرق المصرية إذا كانت فرق موسيقى عربية أو موسيقى كلاسيكية أو أوبيرا ففكرة أنك أنت تبقى مسؤول عن صرح بالشكل دوت وأنت حياتك كلها في الكادر الوظيفي أستاذ في كونسر باتوار بقى مهتم بالموسيقى طول الوقت بحب بالموسيقى فعلا من صغري المكان ده بقى أنا عزفت في افتتاحه كنا منيجي نعمل في المكان ده بقى قبل الافتتاح فكان المكان لسه بيتسلم اليابانيين كانوا لسه بيسلمه حيكا احنا كنا بنشوز كنا بنلبس فيه زي زي كاور كده بلاستيك زي بتاعة المستشفى زي المستشفى بالظبط كنا داخل غرفة معقمة وبعين لما دخلنا بقى كان أول مرة يبقى عندنا مسرح إحنا كطلبة أو كعازفين في الوقت دوت إن أول مرة ندخل مسرح بالعظمة دي في مصر مسرحنا بقى عشان إحنا جلنا ملحقش دار الأوبرا القديمة لا ملحقنا هيش تحرقت كهت 71 بالظبط وبعدين إحنا كان عندنا طبعا كنا بنعمل قبل كده حفلات أوركستر سيمفوني لأننا كنت بعض فيه في مصرح الجمهورية هو طبعا الجمهورية كان بنسبانا عظيم جدا طبعا بس فكرة بقى إن عندك مركز متكامل فيه تلت مسارح حاجة تانية خاصة وقعات يعني دي كانت نقلة مهمة فكون إن ده كان حلمي في البداية إن أنا أبقى بعض في مكان زي ده أو المكان ده يبقى في بلدي والحلم تواصل إلى إني بقيت مسؤول عن المكان ده وعن تنفيذ الاستراتيجية للمكان ده أو السلوب يعني إزاي نعمل حفلات إزاي نعمل مهرجانات يعني أسود لما يبقى ليك كلمة في المنطقة دي دي حاجة بتساعدني جدا أو حاجة أنا طب ده يا خليني أفكر معك بسوطة عالي لأنه أنا بتكلم مع رئيسة أوبرا فنان موفعا بالفن وبعدين حالم وبعدين عنده طموح وعنده رؤية ولما كنا قاعدين قبل تولي المنصب وجدت لنا الأخبار الحلوة بعدها في كامي يوم فعادت تتكلم معي على طموحاتك المتعلقة بالمكان ده وكان وقتها البيت الفني طب واه ونفسنا نعمل واه وعادت تتكلم معي أنا بايت قاعد فرحان درجة مينة قاعدت معمراتي ولادي قتولي هم بصوا والله ده في حاجات هاته ده مركز أنا اشوفه أهم وأكبر وأعظم مركز للتنوير في الشرق الأوسط وشلت المسؤولية بقى كده مسؤولية دار الأوبرا على بعضها وعندنا بقى جواها أوبرا اسكندرية وضمى نهور وطنفا وحدث ولا حرام والبيوت الف... هتعمل ايه? ربنا يعني يا رب لا يعني هيا الأفكار الكتيرة هدفي الأساسي هدفي الأساسي أن نخرب بالعروض من داخل الجدران بتاعت المسارح لأن المسارح مهما كانت المسارح فيها كبيرة فهي عدد برضو محدود من المشاهدين موسيقى